منعرفش عليش بمرة أخرى منعرفش عليش تبيبة توا ترحب زادة المسكلة هذه الآن لكن أنه توصل تقارير أبنية مغلوطة ليبيا في هذا الوقت الإدارة مازالت على درجة كبيرة من الاختراقات وهي مبدأت عملية التنظيف الفعلي لوزارة الداخلية ومازال إلى الآن مازال وزارة الداخلية تشكو من الاختراقات بدأت عملية التنظيف الفعلي لوزارة الداخلية وتنقيتها من العناصر الاختراق إلا بعد 25 جويلة 2021 يعني أنه تعمد هذه الجهات إلى بث مثل هذه الأكاذيب والأراجيف يعني مثل عادية نقول لك أنا توا إلى حد اليوم اليوم يعني الأسبوع الفارض أنتم تعرفوا أنه إحنا ج بدنا أنستالينغو ج بدنا الصفحات التابعة لأنستالينغو وتعرفوش أنه زوز من الصفحات أهم الصفحات بتاع أنستالينغو وقفتها فيسبوك نظرا للحجم الكبير من الأكاذيب التي تبثها وآخر الأكاذيب هو أنه خرجت الأسبوع الفارض خبر عن وفاة الرئيس يعني مسألة عادية يعني هذه أحزاب عنصر من عناصر السياسة عندها هي بث الأكاذيب والأراجيف وخلق البلبلة بين تونس وجيرانها أنا ما نعرفش كما قلت لك لكن أنا يمكن يفرحني شوية لكلام تدبيبة لأنه التلميحات اللي يقول فاهر يعني آآ ممكن تمشي في اتجاه أحزاب إحنا نتهموها أنه يدعم فيها فمدي ممكن 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 هو لما قال أحزاب نقاومها وأطراف نقاوموا فيها إيه هو نقاوم ما نعرفوش إحنا إلى حد الآن نكون نقاوم هل يقاوم مثلا حركات الإسلام السياسي لا ما نعرفش أنا نعرف أنه للعنكوش مع حركات الإسلام السياسي ومع النظام التركي وبالتالي يراه من الأشياء المهمة جدا أنه يتم وضع الأصبع على النشاط هذا اللي تقوم به الأحزاب اللي لغاية منها هذه الأحزاب اللي لغاية منها بث البلبلة وبث الفتنة وخلق مناخات كبيرة من الفتنة لأنه لن تستطيع أن تحكم بالمراكمات الإيجابية عناصر الخطاب الإيجابي بل بعناصر الخطاب المعتمدة على الإشعة وعلى بث الأكذيب والأراجيف وعلى تشويه الخصوم وهذا ما تتقنه مليح حركات الإسلام السياسي وعلى رأسهم حركة النهضة الإخوانية هل اعتبروا تصحيرت بيبة هذا